بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خيري خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نكمل معكم طلابنا وطالباتنا في الصف الأول المتوسط مع درسنا لهذا اليوم في الوحدة الثالثة unit 3 ومع درس reading إذن درسنا اليوم بإذن لا رح يكون عنيش رح يكون نص قرائي وعليه مجموعة من الأسئلة طيب الأبجكتف سأو الأهداف يشير مطلوب مني في هذا الدرس عندي هدفين أساسية الأول read about science museum إذن أنا رح أقرأ نص عنيش عن متحف العلوم science museum تمام متحف العلوم والهدف الآخر establish a discussion تمام about museum رح نكون مجموعات أو قروبات تمام group للمناقشة طبعا سواء كل اثنين مع بعض أو كمجموعة نتكلم فيها عنيش عن الميوزيوم إذن نقرأ النص عن المتحف ثم نناقش تمام في موضوع نقاش مشابه هايش للنص يعني مثل زرة المتحف هايش الأشياء اللي شاهدتها إلى آخره طيب الآن ننتقل لبيج 23 نروح الصفحة 23 تمام عندي before reading كذا سؤال قبل لا نقرأ what kinds of things do you see in the museum إيش الأشياء اللي تشاهدها في المتحف ممكن نقول زي هنا هذا متحف عن العلوم تمام هذا science museum متحف علمي مثلا نقول the sun the planet الكواكب المجموعة الشمسية تمام ولو كان متحف مثلا عن الفن أو التاريخ أو متحف قديم مثلا أقول old things أشياء قديمة clothes gold silver أشياء يعني ملابس ذهب الفضة النحاسيات المعادن تمام إذا هنا كإجابة كذا إجابة مفتوحة أنا أذكر الأشياء اللي ممكن أشاهدها في المتحف تمام سواء متحف علمي زي هذا أو متحف فني أو متحف ثقافي أو متحف تاريخي تمام للمتاحف عندنا أنواع تمام إذا هذا كسؤال أول what kinds of things do you see in museum؟ إيش الأشياء اللي تشاهدها في المتحف طيب ننتقل الآن للنص تمام عندي العنوان هنا على اليمين museum of science تمام نفس العنوان هنا يعني متحف العلوم طيب قبل لا نقرأ تراحظ في الصور عندك أربع صور تقريبا عندك هنا مجسم للقلب البشري عندك هنا له نفس الصورة هذه اللي هو السفينة الفضائية وعندك هنا غواصة داخل غواصة وعندك هذا من اختراعات اليوناد الدفنشي تمام طيب نقرأ نحن أول شيء سويا بعدين نسمع المقطع الصوتي هنا العنوان museum of science the museum has a lot of things from the world of science and technology يعني هذا المتحف الآن اللي رح نزرنا فيها الشياء من عالم العلوم ومن إيش ومن التكنولوجيا see over 800 exhibits and over 2000 interactive units شاهد أكثر من 800 معرض موجود المعارض هذه فيها أكثر من 2000 وحدة يعني 2000 شيء تشاهده طيب نبدأ الآن إيش الأشياء الموجودة walk through a six meter model of the human heart يعني الآن هذا المجسم اللي على شكل قلب بشري طوله أو حجمه ستة متر تمام؟ ويقول لك إيش walk through أنت رح تمشي من خلاله يعني في المتحف هذا العلوم موجود حجم يعني زي الغرفة كده للقلب البشري وأنت رح تدخل من خلاله وتشوف إيش الأشياء اللي داخل القلب البشري تمام؟ إذن هذا الأول الثاني يقول لك see the first spacecraft to go around the moon شاهد أول مركبة فضائية طارت حول إيش حول القمر around the moon الثالث يقول لك go inside a German submarine ها ودخل إلى داخل غواصة ألمانية from world war 2 1944 من الحرب العالمية الثانية عام 1944 إذن هذه غواصة ألمانية كانت إيش أيام الحرب العالمية الثانية طيب نجي هنا special attractions now open Leonardo da Vinci exhibit يعني هذا معرض جديد وتم افتتاحه الآن now open طيب إيش اللي موجود في هذا معرض ليوناردو يقولك discover the inventions of the famous painter يعني تعرف على الاختراعات لهذا إيش الرسام painter يعني هو أساساً ليوناردو دا Vinci رسام painter a man truly before his time يعني كان سباق لوقته كان يفكر ويخترع ويرسم عشياء قبل الوقت اللي كان هو عايش فيه تمام نجي للأخير يقولك omni max 3d theater مسرح ايش ثلاثين لبعد زي السينما موجود فين موجود فيه greece في المانيا إذن عندي الآن الثيتر هذا موجود في ألمانيا عفواً مو ألمانيا greece اللي هي اليونان تمام عفواً greece اللي هي اليونان تمام see the film and take a journey back in time شاهد فيلم وعود إلى الزمن to the birthplace of western civilization ها شاهد فيلم عن إيش؟ عن الثقافة الغربية birthplace يعني مكان الميلاد يعني أساسا يعني دولة greece اللي هي اليونان هي أساس أو منبع الثقافة الغربية يعني اليوناندا دافينشي وغيره 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 والثقافة الرومانية وإلى آخره يعني الأصول للثقافة الغربية western civilization نبعت من فين؟ نبعت من greece اللي هي اليونان بدأت من دولة اليونان تمام إذن هذا كمتحف يوريك فيلم كذا ثقافي عن إيش؟ عن western civilization الثقافة الغربية خصائف الغربية الآن نسمع للمقطع الصوتي وتبع وحاول تقرأ معه تمام لأن هذا درس لي دينج لازم أنت برضه تقرأ يعني مفترض أنك تقرأ النص هذا كامل بمفردك فأنت الآن تبع مع المقطع الصوتي وحاول تقرأ معه بنفس الوقت خصائف الغربية 8 لكثرة موسيوم ساينس The museum has a lot of things from the world of science and technology. See over 800 exhibits and over 2,000 interactive units. Walk through the 6-meter model of a human heart. See the first spacecraft to go around the moon. Go inside a German submarine from World War II, 1944. Special Attractions Now open Leonardo da Vinci exhibit Discover the inventions of the famous painter, a man truly before his time. OmniMax 3D theater, Greece. See the film and take a journey back in time to the birthplace of Western civilization. The museum has things from the world of... The museum has things from the world of... Number 2 The 6-meter model The model أو المجسم اللي طوله 6-meter Is of a... هو تبعيش A human heart ممتاز Human heart قلب بشري طيب Number 3 The inventions are by الاختراعات المعرض اللي الان توه فتحناه وقبل اختراعات من؟ ها من هو الشخص؟ ممتاز ليوناردو دافنشي تمام؟ ليوناردو دافنشي طيب The film is about ها واخر نص يقول لك الفيلم is about الفيلم كان عن إيش؟ ها Western civilization اللي هو الثقافة إيش الغربية اللي كان قلنا إيش في اليوناردو تمام؟ إذن هذه الأسئلة After reading بعد ما قرأنا النص نجاوب عليها طيب باقي عندنا حاجة بسيطة اللي هو discussion المناقشة اللي تكلمنا عنها إيش اللي عندك أو مطلوب منك في هذه المناقشة تمام؟ Are there museums in your town؟ ها هل في متحف في قريتك أو مدينتك تمام؟ أو محافظة town What's the most famous museum in your country What is in it؟ إيش هو أكثر متحف مشهور في دولتك يعني إيش أكثر متحف موجود عندنا في السعودية What is in it؟ وإيش اللي موجود بداخله تمام؟ What's your favorite museum What section وإيش هو أفضل متحف عندك وأي جزء من متحف يعني أي قسم يعني أنت الآن بتزور متحف إيش اللي يجبك أكثر شي متحف علوم متحف قديم متحف ثقافي متحف فني أي نوع المتاحف يجبك إذن هذه تكون كمناقشة يعني كل اثنين أو كل مجموعة خمسة ستة مع بعض وكل ناقش الأسئلة هذه تمام؟ في خلال خمس دقائق أربع دقائق ويجاوبون على الأسئلة إذن هذه فكرة الـ Discussion تمام؟ إن شاء الله كل شيء واضح أتوقع كذا خلاص أنتهينا من الدرس درس بسيط جدا تقرأ الناس وتجاب على الأسئلة تمام؟ وتسوي المناقشة Discussion Have a nice day See you next class سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر